ينضم إلينا من واشنطن البحث في مؤسسة هيريتج نايل جاردنر أهلا بك سيد نايل عبر سكاينيوز عربية ما الجديد برأيكم الذي قدمته زيارة بلينكين إلى المنطقة تحديدا إلى تل أبيب واشنطن أيضا أعلنت أنها لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في الوقت الرهن لأن ذلك سيغذي من تعزيزات حركة حماس وهناك تقييم من قبل الأمم المتحدة سمحت به واشنطن وقابلت به إسرائيل بأن يتم إرسال هذه البعثة لتقييم الوضع في شمال القطاع شكرا على وجود معكم اليوم وأعتقد أن ذلك في الواقع أن الوزير وزياراته لإسرائيل كانت الخامسة في عدة أسابيع فيما تعلق بما هو جزيد فيما تعلق بالزيارة الأخيرة أعتقد أن هناك عدد من الأمور أولا بلينكين رفض بقوة الحالة الخاصة بجنوب إفريقيا فيما تعلق بالمحكمة الدولية بأنها إبادة جماعية حيث أنه قام برفض هذا الأمر فيما تعلق بهذه الدول وأيضا إسرائيل وأيضا بالطبع بلينكين في نفس الوقت صرح بأن الولايات المتحدة وإدارة بايدن ترى أن الفلسطينيين ينبغي أن يعودوا إلى غزة بدلا من أن يكونوا في مكان آخر وأعتقد أن هذا جزء مهم من رسالته هنا كما أنه ضغط على إسرائيل لتقليل الإصابات المدنية وهذه رسالة أرسلها منذ عدة أو فترة طويلة وأعتقد أن زيارة بلينكين كانت ممتازجة فهي دعم للتحركات الإسرائيلية ضد حماس ولكن على الجانب الآخر أيضا إدارة بايدن تتطلع إلى أن يكون هناك ضغط فيما تعلق بما بعد الحرب وأن يكون هناك خطة واضحة لمبعد الحرب وبالتالي أعتقد بصفة أساسية رسالة بايدن وإدارة بايدن هي ممتازجة بشكل كبير وأنا أتوقع أن بعض الرسائل من بلينكين ستكون منتقدة من الجمهوريين الأمريكيين وأيضا الجناح الأيصر لإدارة بايدن سوف يستمر في دعم الإجراءات في غزة وأعتقد أن الرسالة كانت ممتازجة ولكن أيضا مهمة جدا من النواحي السياسية المختلفة سيد نايل مجد ومناقشة مستقبل القطاع والحرب لا تزال مستمرة هناك لا يزال عدد المدنيين العزة للفلسطين الذين يقتلون يرتفع بشكل يومي أنتم ذكرتم أن زيارة بلينكين تأتي في إطار وضع خطة واضحة لمستقبل القطاع لما بعد الحرب دعوات لتخفيف حدة الحرب يعني ما جد ومآمية مناقشة هذا الملف والحرب لا تزال دائرة أعتقد أن إدارة بايدن تضغط بشكل كبير على إسرائيل وذلك لأن يكون لديها خطة واضحة بعد الحرب أعتقد أن هذا جزء مهم من المناقشة التي كانت مع الإسرائيليين والإسرائيليون منذ بضعة أيام كان لديهم بعد التفكير الاستراتيجي فيما يتعلق بما بعد الحرب أو السيناريو بعد الحرب وأعتقد قطعا أن هذا نتيجة لأضغوط من واشنطن ولكن ليس من الواضح بشكل كبير بالضبط كيف بالضبط سوف تكون الأشهر قادمة فيما تعلق بنهاية الحرب وما سيحدث سلية فيما تعلق بالوضع الأمني وأعتقد أن إدارة بايدن من الواضح أنها تدفع نحو دورا كبيرا للأمم المتحدة فيما تعلق بما بعد الحرب في غزة ولذلك كان هناك مقاومة من قبل الإسرائيليين وأعتقد أن الإسرائيليين بدأوا في التنازل قليلا وذلك بعد موقف الولايات المتحدة وذلك ما نتج عن الملاقشات بين المسؤولين الإسرائيليين وبلينكن في الأيام القليل الماضية ولكن الواقع هو أن إسرائيل لا تزال في حرب ضد حماس والقوات العسكرية تستمر في ضرب حماس حتى يتم هزيمة حماس وأعتقد أن دعم الولايات المتحدة مهم جدا يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد نايل جاردنر سنعود الاتصال به فور جهوزيته لكن نتابع سياق هذه النشرة حيث قال وزير الخارجيات الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل حتى يتم ضمان أمن حدودها الشمالية مع لبنان وتحضها في الوقت نفسه على عدم التصعيد تحدثنا بشأن التوترات في الحدود الشمالية مع لبنان حيث يستمر حزب الله في إطلاق الصواريخ يوميا على إسرائيل أكدنا أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل حتى يتم ضمان أمن الحدود الشمالية ونحن ندعو كذلك إسرائيل لأن تتجنب التصعيد وذلك من أجل تحقيق الظروف التي تسمح لقاطني البلدات الحدودية من أجل العودة إلى منازلهم والعيش بأمان في شمال إسرائيل وأيضا في جنوب لبنان نفى حزب الله مقتل مسؤولي وحدة المسيرات في الحزب قائلا أنه لم يتعرض لأي محاولة اغتيال وجاء ذلك بعدما قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائد منطقة جنوب لبنان في الوحدة الجوية لحزب الله علي حسين برجي بضربة نفذتها طائرة مسيرة وكان حزب الله قد أعلن مقتل أربعة من عناصره في قصف إسرائيلي طال مناطق مختلفة وهو ما شمل المنطقة القريبة من مكان تشييع المسؤولي في قوات الرضوان في حزب الله وإسان طويل تغيير إسرائيل استراتيجية هجماتها ضد حزب الله في جنوب لبنان وتحولها نحو الاختيالات والعمليات الخاصة عززا المخاوف من اشتعال الأوضاع وتوسع رقعة التوتر ويتزامن ذلك مع حراك ديبلوماسي في بيروت للبحث عن حل يخفض هذا التصعيد هل انتقلت إسرائيل إلى المرحلة التالية من الحرب انطلاقا من الجبهة اللبنانية؟ سؤال يطرحه متابعون في بيروت على وقع تغير واضح في نمط الضربات الإسرائيلية في لبنان التي اتخذت شكل الاستهدافات المباشرة لمسؤولين وقيادين من حماس وحزب الله سددت إسرائيل ضربتين واسعتين في لبنان في الأيام الماضية الأولى طالت الضاحية الجنوبية لبيروت باختيال القيادي في حركة حماس صالح العروري والثانية من المنطقة الحدودية الجنوبية باختيال القيادي الميدني في حزب الله ويسام طويل من كتيبة الردوان النخبوية ليرد حزب الله باستهداف مقرات قيادة إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية سياسة الاستهدافات والاختيالات المستمرة هذه زادت من حدة التوتر على الجبهة اللبنانية وعززت المخاوف من تصعيد محتمل على مختلف الجبهات الجنوب كله مراقب المسالك كلها مراقبة وبالتالي إسرائيل لن تتوقف عن هذا النوع من الاختيالات وربما تلجأ إلى استهدافات أكثر إيلاما إذا فعلا تبين لها أي من الأهداف متاح لعملية الاختيال اغتيالات نوعية مستمرة قد يتحول الوضع في لبنان إلى وضع أكثر دموية ومفتوح على كل الاحتمالات استهداف للمنازل والسيارات ومواقع حزب الله وملاحقة مقاتليه وقياديه والاختيال في الضحية الجنوبية لبيروت التصعيد الإسرائيلي يبدو واضحا في الجنوب وهو تطور لا يمكن فصله عن الاختيالات التي تنفذها إسرائيل في سوريا وقطاع غزة بحسب مراقبين وسط توقعات بأن ذلك سيؤدي إلى كسر مفاجئ لقواعد الاشتباك في لبنان الإسرائيليون كسروا القواعد حزب الله حاول أن يكسر القواعد من دون أن يذهب بعيدا الإسرائيليون يذهبون بعيدا في كسر القواعد وهذا ما سوف يستدعي وسوف يستجر تصعيدا من جانب حزب الله وبالتالي نحن في حالة تدرج نحو حرب ويتحدث الإسرائيليون عن حرب محدودة ومع اشتعال الجبهة الجنوبية وتصاعد وطيرة العمليات والمنوشات يسعى دبلوماسيون إلى نزع فتيل الانفجار المحتملي في لبنان بالتزامن مع سعي إسرائيلي لتغيير قواعد اللعبة واستعادة قوة الردع انطلاقا من بوابة الحدود الشمالية من الالتزام بما يعرف بقواعد الاشتباك إلى توصيع رقعة الاستهدافات وتغيير أنماطها هذا ما يتحدث عنه المراقبون الذين يقرؤون في الميدان تصعيدا واضحا بين حزب الله وإسرائيل قد يقود إلى حرب أو على الأقل إلى تبدل في المشهد السائد منذ الثامن من أكتوبر الماضي سلمان العندارس كان يوز عربية بيروت نعود إلى ضيفنا من جديد من واشنطن البحث في مؤسسة هاريتج نايل جاردنر أهلا بك من جديد سيد نايل يعني هناك ضغط أمريكي على إسرائيل بعدم توسع رقعة الصراع في جنوب لبنان لكن ما نشهده من معارك وأن كانت بالقطعة وأن كانت رد على الرد يعني يشير إلى أن هذه الرقعة ستتوسع حزب الله يرد على حدوده الجنوبية إسرائيل تهاجم هل يمكن القول أن واشنطن غير قادرة بضغط أو ممارسة ضغط إضافي في هذا الإطار على إسرائيل وبالتالي إسرائيل لا تستجيب لهذه المطالب من الواضح أن إدارة بايدن تسعى إلى تجنوب بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة وهي تضغط على إسرائيل وذلك للتراجع وإرجاع وسحب بعض عملياتها العسكرية لسيما ضد حزب الله في لبنان ولكن الواقع هو أن الإسرائيليين سوف يقومون بما في مصلحتهم الوطنية الخاصة وأمنهم حتى وإن كانت تضغط الولايات المتحدة ولا يمكن الولايات المتحدة أن تملي على إسرائيل العمليات العسكرية التي ينبغي أن تتخذها وهي ستستمر في ضرب مراكز حزب الله في جنوب لبنان وأعتقد أنه فيما تعلق بذلك أن إسرائيل سوف تزيد من نطاق الحرب إذا كان هناك ضرورة إذا كان هناك بعض الوكلاء المدعومين من إيراء في المنطقة أعتقد أن هذا محتوم الولايات المتحدة بالطبع حتى بكل قوتها العالمية لن تتمكن كما أعتقد من أن تقرر سياسة إسرائيل هذا يعود لشعب الإسرائيلي وأيضا يعود لحكومة إسرائيل أيضا أن تقرر كيفية التعامل مع أمنها الخاص وبالتالي لا أعتقد أن ما يقوله السيد بلينكن للإسرائيليين سيجعلهم يسحبون عملياتهم العسكرية ولن يكون له أثر حقيقي فيما تعلق بما سيفعله الإسرائيليون فيما تعلق بالعمليات العسكرية ضد المجموعات الإرهابية التي تهاجم الإسرائيليين سيد نايا عذرني على المقاطعة لكن استكمالا لما تفضلتم به إذا كانت إسرائيل أو واشنطن لا تستطيع الضغط والتدخل بالسياسات الإسرائيلية وبالعمليات العسكرية التي تريد إسرائيل شنها ما جدوى كل هذه الزيارات الدبلوماسية التي يقوم بها بلينكن إلى المنطقة والجهود التي تبذل من قبل واشنطن والرسائل التي يرسلها بايدن إلى تل أبيب يعني إذا كانوا غير قادرين على الضغط لعدم توسع رقعة الصراع في لبنان الذي هو خارج حركة حماس كيف يمكن الضغط على إسرائيل في المرحلة المقبلة وكيف يتم الحديث عن مستقبل قطاع غزة بهذه الحالة؟ هذا سؤال جيد جدا أعتقد أننا تطلع إلى أمرين مختلفين هنا على جانب الإسرائيليون سيتوجهون ضد أي منظمة إرهابية سواء كانت حماس حزب الله أو الميليشيات الحوثية وما إلى ذلك أعتقد أن الإسرائيليين سوف يقومون بكل المستطاع في هذا الخصوص وفيما يتعلق بالصورة الكوبرا التي تتعلق بغزة هذا ما يؤثر عليه أكثر رئيس بايدن لأنه بالطبع عادت بناء غزة وما سيحدث بعد الحرب سيكون أمرا باهز السمن وسوف تضمن الكثير من الدول الولايات المتحدة على ما أتخيل سوف تشارك في بعض أو بطريقة ما في صياغة هذا المستقبل ولذلك البيت الأبيض وبيدن يتطلعون إلى ذلك وبالتالي على الإسرائيليين أن ينخرطوا مع إدارة الولايات المتحدة وذلك لمستقبل غزة ولكن فيما يتعلق بتقرير العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المؤسسات الإرهابية أعتقد أن هذا أمر مختلف وأعتقد أن إسرائيل سوف ترد بشكل مختلف ولكن تركيز بلينكين هو على مستقبل غزة هذه الأولوية الكبيرة لبلينكين في الوقت الحالي وهذه القضية هي المدفوعة في المفاوضات في الوقت الحالي مع الإسرائيليين ولذلك الولايات المتحدة لديها كلمة أكبر فيما تعلق بهذا الأمر سنشرك الآن سيد نايل معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويران أهلا بك دكتور حسين عبر السكانيوز عربية القيادة الوسطى الأمريكية سانتكم تعلن اليوم التصدي لهجمات بطائرات مسيرة أو لهجوم كبير كما وصفته القيادة الوسطى الأمريكية نفذوا الحوسيون بالصواريخ بالمسيرات على جنوب البحر الأحمر هل يمكن القول أنه رقعة الصراع توسعت في جانب البحر الأحمر وأنه إيران أعطت الضوء الأقدر كليا وبشكل كامل لجماعة الحوثي بشني هجمات على طائرات التي تمروا عبر البحر الأحمر على سفن عفوا التي تمروا بالبحر الأحمر بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وردائف الكريم يعني في تصوري أن من يوسع دائرة الحرب هي أمريكا بالذات يعني عندما يكون هناك جسر جوي وبواخر تنقل السلاح إلى إسرائيل ثم تقول أن أمريكا لا تستطيع أن تؤثر على القرار الإسرائيلي هذا مضحك يعني ما دامت هذه الأسلحة ترسل إلى إسرائيل من الطبيعي أن إسرائيل توسع دائرة الحرب تحاول أن تختال في بيروت وفي دمشق وفي أماكن أخرى وكل هذا سيؤدي إلى اتساع دائرة الحرب يعني فيما يخص أنصار الله يعني أنصار الله هي جبهة مساندة لغزة من هنا إذا توقفت الحرب في غزة ستتوقف الحرب في الشمال وفي الجنوب وفي كل مكان من هنا المسألة هي مرتبطة بأن إسرائيل هل تريد وقف الحرب أم الاستمرار في المجازر والإبادة الجماعية والتطهير الإرقي في غزة يعني إذا لم تحسم الأمور في غزة أتصور نعم أننا أمام تصعيد يمكن أن يتوسع على مستوى المنطقة لكن لم تقل لي دكتور حسين هل يمكن القول أن إيران منحت الضوء الأخضر لجماعاتها ولأذرعها في المنطقة بالتصدي على طريقتهم وبممارسة هذه الضغوط إن كانت ضغوط اقتصادية كما يحصل في البحر الأحمر وإن كانت ضغوط عسكرية نشهدها في الجنوب اللبناني أن إيران أعطت الضوء الأخضر لجماعاتها تفضلوا تصرفوا بما ترونه مناسبا يعني أنا قلت أن الموضوع ليس مرتبط بقرار إيراني أو حلفاء إيران الموضوع مرتبط بغزة من هنا عندما تصاعد إسرائيل من الطبيعي أن يصاعد الطرف الآخر يعني إسرائيل قامت مثلا باغتيال قيادات من حزب الله في العمق اللبناني من هنا من الطبيعي أن يأتي الرد اللبناني في العمق الإسرائيلي وفي صفد من هنا الموضوع هو مرتبط بالسلوك العدواني الإسرائيلي أكثر منه بالسلوك حلفاء إيران التي تعتبر جبهات مساندة للشعب الفلسطيني نعم سيد نايل هل تتوقع أو كيف تقيم وتنظر إلى الدور الإيراني في هذه المرحلة دكتور حسين يقول أن ما تقوم به الفصائل الموالية لإيران هو ردة فعل للتصعيد الإسرائيلي في غزة أولا الحكومة الإيرانية النظام الإيراني مسؤول مئة في المئة عن هذه الهجمات الخاصة بالحوسيين وإيران خلف هذه الهجمات مباشرة في البحر الأحمر هذه الأفعال الإرهابية لا يمكن أن يمكن أن تقارن بإيران فيما يتعلق بالحوسيين في غزة هذا أمر أو هذه قرصة إرهابية من قبل الميليشيات الحوسية والتي تعمل بأمر من تهران علينا أن نرى استجابة أقوى من قبل الوريات المتحدة ضد هؤلاء الميليشيات أو هذه الميليشيات الحوسية وأن يكون هناك بعض الإجراءات ضد الحوسيين الذين يدمرون الإمكانيات العسكرية إدارة بايدن تقوم أو تبدل جهوداً وذلك لإسقاط بعض المصيرات هذا جيد جداً ولكن ينبغي أن تكون خلف القواعد الحوسية وأن تدمر البنة التحطية الإرهابية التي تمكن هذه الهجمات وإن كان هناك ضرورة ينبغي أن تهجم أيضاً الولايات المتحدة على إيران والتي تعد خلف هذه الهجمات ينبغي أن نرى قوة ناتجة عن الولايات المتحدة وخلفائها وإيران بالطبع بشكل كامل مسؤول عن كل هذه الأفعال الإرهابية وينبغي أن تكون مسؤولة فهذه مسؤوليتها عما يحدث دكتور حسين حضرتك ذكرت أن إسرائيل هي التي توسع دائرة الحرب وبالتالي سيكون هناك توصعة لردود الفعل من قبل الفصائل الموالية لإيران لكن إسرائيل نفسها منذ يومين اعتبرت أنها تواجه وتحارب محوراً ليس فقط هي تحارب حركة حماس في قطاع غزة ألا يعني ذلك أن هناك معلومات استخبارية وهناك معلومات مؤكدة بأن إيران تحاول السيطرة بشكل أو بآخر واستغلال الحرب الدائرة في قطاع غزة من أجل تحقيق أهداف مختلفة لا يعني أولاً الفلسطينيون ومحور المقاومة هو في موقع الدفاع يعني الكيان الصهيوني منذ 75 سنة هو يقوم بكل هذا الإجرام ضد الشعب الفلسطيني وموضوع 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى هو رد فعل على حصار غزة لمدة 17 سنة على كل هذا القتل والتجويع والإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يجري منذ 75 عاماً لحد الآن من هنا جبهة المقاومة هي لم تبدأ هي كانت في موقع الدفاع ولا زالت في موقع الدفاع عن الشعب الفلسطيني هناك وحدة ساحات بين محور المقاومة لا يمكن تجاهل ما يحدث في غزة يعني ما يحدث في جنوب لبنان هو مرتبط ما يحدث في سوريا في العراق في اليمن وما يحدث بالبحر الأحمر بالتحديد هو أن أنصار الله منعوا السفن المتوجهة إلى إسرائيل وليس تحديد الملاحة الدولية كما يقول الضيف يعني هناك أمريكا وبريطانيا في البحر الأحمر تدافع عن إسرائيل وليس عن الملاحة الدولية كما يزعمون لكن دكتور حسين يعني أيضا هذه يعني هذه الضغوط التي تقوم بها الجماعة الحوثية في البحر الأحمر تكبد خسائر اقتصادية لكل هذه السفن وهي تهدد الملاحة البحرية وذلك ليس فقط بحسب الموقف الأمريكي أو البريطاني إنما هناك دول أخرى محيطة إقليمية تتأثر بهذه التجارة كيف يمكن القول أنه إيران وجماعة الحوثي خلفها لا تسعيان لتهديد الملاحة البحرية وليس فقط عدم إيصال السفن إلى الميناء الإسرائيل الميناء الإسرائيل نعم يعني قد يكون هذا الكلام صحيح باعتبار أن هذه السفن يعني تذهب إلى الكيان الصهيوني وإلى أماكن أخرى والأماكن الأخرى يمكن أن تتضرر من هذه الأعمال ولكن يمكن وقف هذا من خلال وقف العدوان على غزة يعني الموضوع يعني كل هذه الجراءة هناك مجزرة بالقانون الدولي في غزة هناك إبادة جماعية هناك تطهير عرقي هناك جرائم حرب هناك ضرب للمستشفيات ضرب للمدارس ضرب للمساجد وكل هذا يجري خلافا للقانون الدولي ولا أحد يطالب بوقفه ولكن يطالب بوقف يعني أعمال أنصار الله من هنا أنا في تصوري أن هذا ازدواجية معايير واضحة من قبل الغرب إذا أراد الغرب أن تحترم القوانين فلتحترم أولا من غزة وسيكون هناك احترام في كل المنطقة للقانون الدولي لكن دكتور حسين ألا تعتبر أن هناك أيضا ازدواجية في المعايير لدى إيران ولدى فصائلها عندما تقوم بهجمات غير متكافئة على الداخل الإسرائيلي عندما يعني يقوم حزب الله بتهديد المستوطنات بتهجير المستوطنين في الحدود الشمالية لإسرائيل هل ترون أن الردود تأتي متكافئة من قبل أذرع إيران يعني أولا ما جرى في غزة هل كان متكافئا يعني إسرائيل قامت بتهجير مليونين شخص من مليونين وأربعمائة ألف هو القانون الدولي نعم يطرح موضوع التكافئ في التعامل في الأزامات والحروب ولكن إسرائيل قامت بجرف غزة بالكامل ونحن نتكلم عن التكافئ في الجبهة الشمالية أليست إسرائيل تقوم بضرب القرى الجنوبية في جبل عامل أليست إسرائيل تقوم بكل هذه الجرائم في داخل الضفة الغربية وتقوم بالقتل والذبح والهدم وتهجير الناس يعني لا يمكن أن نتصور أن المطلوب سلوك من طرف والتغاضي عن الطرف الآخر لماذا؟ لأن أمريكا تدعم هذا الطرف سيد نايل كنت ذكرت حضرتك منذ بعض الوقت أنه واشنطن ترى أنه هناك دور يجب أن تلعبه الأمم المتحدة لكن في الوقت نفسي عندما نتحدث عن مرحلة ما بعد الحرب أو اليوم التالي لما بعد الحرب في قطاع غزة واشنطن تريد تعزيز دور السلطة الفلسطينية داخل القطاع هل يمكن القول أنه واشنطن تبحث سيناريو مزدوج أو ربما تنسيق بين الطرفين بين الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية حيث يتم الحديث عن أنه نريد سلطة فلسطينية مصلحة أو دات إصلاح في المرحلات المقبلة يمكنني أن أقول أن هناك اختلاف كبير بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بدور السلطة الفلسطينية ولا أعتقد أن الإسرائيليين سوف يقبلون وضع يكون فيها السلطة الفلسطينية عائدة مرة أخرى إلى السيطرة في غزة ولا أعتقد أن هذا واقعي من وجهة النظر الإسرائيلية ولكنني أعتقد أن هذا رأي إدارة بايدن ولكن السلطة الفلسطينية لديها تاريخ سيء فيما تعلق بإدارة غزة وأعتقد أن هذا أيضا من قبل الأشخاص الذين كانوا يعيشون في غزة أيضا يعتقدون هذا الأمر وأعتقد أن فيما يتعلق بالأمم المتحدة إسرائيل لا تصق في الأمم المتحدة وهم على حق لأن الأمم المتحدة قد أصدرت الكثير من الإدانات لإسرائيل خلال العقود الكثيرة الماضية والإسرائيليون لا يزقون أبدا في الأمم المتحدة وأعتقد أنه على الرغم من أن الإسرائيليين يقومون ببعض التنازل للضغوط أو أمام الضغوط الأمريكية أعتقد أن الإسرائيليين سوف يدفعون إلى دور قليل فيما تعلق بالأمم المتحدة بعد الحرب في غزة لأنهم لا يسقون في الأمم المتحدة والأمم المتحدة كانت قريبة فيما تعلق بالأونروا قريبة من حماس وهذا حقيقي الأونروا قامت بعمل سيء جدا في غزة وبالتالي الإسرائيليون بشكل طبيعي لا يسقون في الأمم المتحدة هناك اختلاف الرأي بين واشنطن والحكومة الإسرائيلية فيما تعلق بأمور رئيسية بعد الحرب في غزة شكرا جزيلا لك من واشنطن البحث في مؤسسة هاريتج نايل غاردنر أيضا الشكر موصول لضيفنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين رويران شكرا